بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بيكو حلقة جديدة من برنامج الأشبال على الحلوة وعالمرة دايماً معاك أهلاً على الحلوة أكيد النادي الأهلي في أوقات كتير وفي سنوات كتير كان هو الفرحة والبسمة الوحيدة اللي موجودة في مصر على المرة دلوقتي لازم كلنا كجماهير للنادي الأهلي وكمحبين وكمشجعين لازم نساند فريقنا علشان نعد خلال الفترة اللي جاية أكيد في شهر يناير هيتم تدعين بشكل كبير جداً وإن شاء الله الفريق يبدأ يعود للمصار الصحيح لكن عندنا فترة مهمة جداً شهر تماشر عندنا ست مباراة مهمين جداً محتاجين دعم كل الناس ومحتاجين الناس كلها تساند فرقتها لازم كل لعيب يعرف علشان نخرج من المحنة اللي احنا فيها لازم تبدأ بنفسك لازم تقاتل في الملعب لازم كل مباراة تبحث فيها عن الفوز لازم كل لعيب يبقى عنده ثقة في نفسه وببساطة التاريخ بيقول الأهل يمرض ولا يموت من أول يوم حطت سياسة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي إزاي بقى عندك قطاع ناشئين قوي إزاي تستعين بلعيبة وقت المحنة إزاي تستعين بمدربين إزاي تستعين بأجهزة طبية ده اللي تبنى من أول يوم الحمد لله خلال فترة رفاتت تم تدعيم قطاع الناشئين بمدربين على مستوى عالي أنا مش عايز أقول أسماء لكن عندنا أسماء كتير زي الكابتن عاد عبد الرحمن في أحمد سراج في عاد المصطفى في إينو في شريف عفضيل بدأت تستعين بلعيبة إزاي تصنعها للحاضر دعمت بلعيبة مميزة عشان تبدأ تحطها في قطاع الناشئين دي كانت البداية أنا واحد من الناس خط تجربة كانت في سنة 2004 و2003 كان فيه محنة في النادي الأهلي لما النادي الأهلي حب يستعين بقطاع الناشئين لا عنده قطاع ناشئين قوي ده اللي بيتعامل دلوقتي ده اللي ظهر في تصعيد الكابتن عاد المصطفى المدير الفني لموليد 2003 خلال الأيام الفاتت وعلى فكرة عاد المصطفى من اللعيبة اللي كانت مميزة وإن شاء الله يكون ليه تاريخ كبير في التدريب الناس نادت خلال فترة لفاتت نحن يتم تصعيد لعيبة من 97 مع الكابتن عاد العبد الرحمن أكيد 97 فيها لعيبة مميزة وفيها لعيبة أبرزناها خلال فترة لفاتت إنها تكون موجودة في الفريق الأول لكن التوقيت مهم علشان أطلع ناشئ صغير يكون موجود في الفريق الأول التوقيت مهم عشان أكسبه لسنين قدام ما ينفعش إن أنا أحطه في وقت صعب ممكن أحرقه دي نقطة مهمة جدا لكن أنا مطم من كل جامير النادي الأهلي نحن عندنا كتاعة ناشئين قوي فيه مدربين حراس مرمى على أعلى مستوى فيه مدربين على أعلى مستوى فيه لعبين على أعلى مستوى فيه أجهزة طبية ويداريين على أعلى مستوى نروح نشوف دلوقتي تقرير مع كابتن عادل مصطفى بعد فوز الأهلي على طلاع الجيش في المرأة الأخيرة 2-1 نرجع لحضراتكو مرة تانية الحمد لله يعني بص وموضوع الفوز حاجة مهمة ولكن أنا لما دخلت في فرقة في أول سيزن كان عندي كان عندي الطموح إن أنا أغاير الأولاد الأولاد بقالهم فترة موودين في النادي كل واحد ليه طريقته كل واحد يعني برضو الأجال الجديدة بيبقى لها شوية طريقة مختلفة في التعامل غيرنا إحنا شوية كنا فيه التزام أكتر وكانت الدنيا شوية كانت دنيا مقفولة أكتر من دلوقتي فكانت مساعدنا شوية دلوقتي الدنيا منفتحة قوي وده ممكن يجي بالسلب على الأولاد وده فعلا في الأجال الجيدة كلها كل الفرقة اللي طلع صغيرة وكمان الانفتاح الرهيب في إن فيه فرق كتير وإن فيه فيه حاجات بدأنا نسمعها مختلفة كتعابل كده فكان أنا كان هدف الفرقة دي أنا غير طموحهم وغير طريقتهم طريقت تفكيرهم مش الكورة بس هم عندهم جزء من الكورة فيه كورة وممكن يكون فنيات مش عالي أوي بس عندهم حاجات كويسة بيستوعبوا كويس جدا بدلين هم الحمد لله قدروا يستوعبوا الشغل بتاعي أنا وكابتن سمار وكابتن محمد ماهر وكابتن بهاق المدربة حراس صراحة جهاز كله بيشتغل وكله بيتحر وإحنا فعلا تعبنا مع الفرقة دي كتير إذا كان في الوقت أو إذا كان في التفكير الكتير وإذا كان نحاول نوجد أحسن حلول الفرقة فديم الحاجات اللي بسطاني إن هم بعيدا عن مكسب يعني ده سادس مكسب على التوالي كنت بكنا قبل المباراة إحنا مش عايزين بقى عنها حاجة تشبع من المكسب طول الوقت عايز أكسب والفرقة اللي أنا بلعيبها دلوقتي في النشيئين بعد كده مشتقبلا إنت البطل هو اللي بي نفس على تاني و تالت و رابع فدي كنا بنحاول نزراعها فيهم ومع الوقت الفرقة دي وصلنا الجزء لكن دي لسنا مش كل حاجة يعني مش كل حاجة بس أنا مبسوط نهما يوسطوا لده وبيستوعبوا فيه تكيف على الحاجات اللي أنا بنعملها كلها ودي أكتر حاجة بسطواني كل واحد بيستمد من الفوئي يعني أنا بستمد من مديري إذا كان كدت فاتح مبروك كدت فاتح مبروك بيستمد من الفوئي دي سياسة عنا من واحنا صغارين في النادي إنها تستدم الأكبر منك كل واحد يتديك باور الأعلى منك بيتديك باور فبالتالي الولاد دول لازم أنت لك مدرب لو مفرطت الشخصية عليهم أو أن انت اتأثروا بيك وانت كده ما ننجحتش الكورة كل الناس عارفة كورة اليوتيوب دلوقتي أي حد يدخل يعمل التمرين مفيش مشكلة لكن المشكلة في الشخصية وإنه إذا كنت تتعام مع الولاد دول بطريقة مناسبة لهم ممكن تتعام بطريقة مناسبة لك انت كشخص لكن مش مناسبة لهم هم كأولاد يعني سن صعب جدا سن 15 سنة صعب جدا بداية التحول حكتير جدا ممكن تبقى يعني كمان سنة سنة كتين لعيب فريق أول وده برضو الولاد بطول الوقت بنتكلم فيه انك تبقى لعيب فريق أول مش المجرد انت لعيب بتاخد بطولة قطاعات ولا بطولة جمهورية مش هوا ده الاساس هو انك تبقى لعب بطولة ولكن الاساس انك تبني شخصية لعب تصلح للنادي آه اللعيب اللي موجودة كلهم انا من نسبجي حق يعني امش عز قول كده بس يعني انا شايف قدامي حصلوا متفرق بيلا جدا تحولوا في حاجاتي جدا ولكن برضو فيه حاجات فيه وراد كتير من الكريز انتغيرت وبالك برضو المرحلة اللي قبل كده اللي هي السبعة والتمانية والجول والستة وجول والخمسة وجول سعب بتتديك لغط شوية في انك تعمل التوزيشن للعيبة دمو بيكبرشوا لعب ملعب كبير بانيبت مختلفة شوية بقى لهم 30 سنين بالعب ملعب كبير لكن فيه حاجات يعني احنا غيرناها فيه حاجات فيه بكرا يتجي بقى لعب ملساك بقى هايل كريم فكري انا همستقبل النادي ورادة همستقبل النادي داود احمد داود كان بلعب دفندر وما كانش بلعب يعني فترات في طول ما كانش بلعب اي فرع عايزة لعب كرة سيكونوا الاتنين من تحت لعفو لعبو كرة كويس بقى عرفو تلعبو كرة كويس يبقى عندهم ثقة اتنين عندهم كرة بيفكر كويس فديم الحاجات لنا كنت مصر عليها وبصراحة هم الاتنين نكحين جدا بشكل كبير وتمنى ان هم يكملوا بشكل كويس الواء كلهم مش عايز برضو وانسى اسماء مازن وميدو كريم عثمان ربيع وقى ربيع دا جدنا من اختبارات جاين اختبارات بقى من احسن الولاد الموجودين في فرقة عمر وسرحان ونوفل وحمد وائل وحمدي فيه لعيبة كتير حتى ما بتشاركش كتير بس ليها دور فيه لعيبة من 2004 ميدو اسامة وعبدالرحمن المندوح العيبة كويسة برضو وشايفين هم مستقبل النادي اه فننا لهم التوفيق طبعا اه يعني كنت نري يعني انا متعلق بيهم جدا بس يعني هادي بقى الكورة طبعا الحمد لله كل واحد في النادي لاحي يشغل لا هدف و كلنا في القدد من واحد نقلع من غير هروننا وكل واحد احاطوا بدا مه حلم انا كان حلم اننا موجود في الدرجة الاولى و والاحلام بتيجي مع الوقت بتزيد بس الحمد لله ان حلم اللي موجود لا تتحقق اننا موجود في الدرجة الاولى وشرف لا يحد في النادي الاهلي او برا النادي الاهلي شغال ان هو موجود في النادي الاهلي بقى حاجة نبيرة دية اه اه ممكن واحد بيكتهد وكل حاجة ولكن ترغف الاخر التفليط عربنا و مرحلة صعبة وان شاء الله الواحد يعني تبنيت تمت تعدي كويس الفترة دية موسيقى مع التصعيد الكابتن عادل مصطفى للفريق الاول متمنى له ان شاء الله التوفيق استقار الكابتن فتح مبروك على ان يكون محمد صمارة المدرب العامل كان موجود معاه ان هو يكون المدير الفني للفريق 2003 تمنا ان شاء الله محمد صمارة التوفيق خلال الفترة اللي جاية في كل حلقة بنتكلم عن ناس عظماء جدا ساهموا في اكتشاف نجوم ومواهب داخل النادي الاهلي نجمنا النهاردة لعب في جيل العظماء كابتن صالح سليم كابتن طارق سليم كابتن رفعة الفناجيلي انور سلامة مراني الكنفاني مع جيل عظماء في تاريخ كرة القدم في النادي الاهلي ساهم في اكتشاف مواهب ونجوم كبيرة زي حسام حسن وابراهيم حسن وهاني رمزي في جيل التسعينات ساهم في اكتشاف نجوم زي حسن مصطفى زي احمد فوزي زي احمد سراج زي هشام حنفي زي سيد عبد الحفيز اكيد نجمنا النهاردة الكابتن ابراهيم عبدالصمد نشوف تأيير عن كابتن ابراهيم دعا الصمد نرجع لحضراتكم مرة تانية موسيقى ابراهيم عبدالصمد حكاية نجم حفر الصخر لعبال الاهلي في اصعب فترات الرياضة المصرية على الاطلاق مثل الفريق الاول للنادي الاهلي خلال الفترة من عام الف وتسعمائة وسبعين وحتى عام الف وتسعمائة وستة وسبعين هي الفترة التي شهدت حرب اكتوبر المجيدة وقتها توقفت الحياة الكروية في مصر بشكل كبير بدايته كانت مع اعتزال عدد كبير من النجوم الكبار عقب نكسة عام الف وتسعمائة وسبعة وستين عندما اعتقد الكثير منهم ان الحياة لن تدب في الكرة من جديد فقرروا الاعتزال هو ما فتح الباب امام جيلين للتألق والظهور على الساحة عند تصعيد للفريق الاول لعب بجانب صالح وطار اسلين ورفعة الفنجيلي ومسعد ابو النور وأنور سلامة ومروان كنفاني وهاني مصطفى وغيرهم من الجيل التاريخي للأهلي وبعد النكسة وعقب اعتزال مجموعة من الكبار لعب الى جانب الجيل الجديد حسن حمدي إكرام شحات فتحي موروك مصطفى يونس وبقية اللاعبين تعلم من الميستر صالح سليم فن الإدارة والتدريب واتخاذ القرارات الصائبة والجريئة تخرج من تحت يد الكابتن إبراهيم عبدالصمط العديد من المواهب منهم حسن مصطفى أحمد فوزي أحمد سراج محمد فاروق الذي احضره من نادي اسكو الى النادي الاهلي وغير مركزه من لاعب جناح الى رأس حربه هشام حنفي الذي جلبه من نادي الصيد وغير مركزه من رأس حربه الى لاعب خط وسط من النجوم الذين آمن بهم الكابتن إبراهيم عبدالصمط هو نجم الأهل الأسبق سيد عبدالحفيظ الذي انضم للأهلي انضم من الفيوم وبعد فترة تعرض لإصابة قوية في الرقبة هددت مستقبله وكان توقيت الإصابة هو توقيت اتخاذ الكابتن صالح سليم قراره بتخفيض عدد لاعب فرق الناشئين لكنه آمن بموهبة عبدالحفيظ فذهب به الى نادي النيل حتى يعود من الإصابة واعاده الى النادي الاهلي الكابتن إبراهيم عبدالصمط شكرا اكيد اسم كبير داخل نادي الاهلي الكابتن إبراهيم عبدالصمط ساهم في اكتشاف نجومه واحد كبيرة على مر التاريخ والعصور نروح لفاصل وبعد الفاصل المستمرين مع حضراتك اهلا بحضراتكو مرة تانية هنروح بقى للفكرة اللي حضراتكو بتحبوها نتاج الاسبوع عشان نعرف كل جمهير النادي الاهلي المباريات خلال الاسبوع اللي فاتها هنستعرضها دلوقتي مع حضراتكو نتاج على الشاشة قد دلوقتي عندنا موليد التاريخ الأهلي وآ المازة موليد الآهلي وطلع عالجيش 2 ومنما كانت مبارية قوية جدا موليد đó التنادي النادي الاهلي من اول المسابقة موليد 99 الأهلي وإنبي كانت مباراة قوية جدا موليد 97 لأهل والاتحاد وتقلق كبير للاع workers النادي لأهل وأداء رائع وفوز كبير النادي لأهل على الاتحاد 3-1 نتائج فرق البراعن ومدرسة الكورة موليد 2009 فوز الأهل على الشمس 3-2 موليد 2008 لأهل والمعادة والياخت فوز الأهل فوز كبير 6-0 موليد 2007 لأهل والمعادة والياخت برضه فوز الأهل 2-0 موليد 2006 وتعادل للأهل مع MB-1-1 موليد 2005 فوز الأهلي على السكة الحديد 3-0 هنروح برضو نشوف مع حضراتكو دلوقتي جداول الترتيب نشوف فرق الكطاع وترتيب الفرق عندنا موليد 97 الأهلي في المركز الأول لعب 10 مباريات فوز في 9 وتعادل في الموراة وحيدة مفيش خسارة سجل 29 هدف وعليه 7 هدف والناد الأهلي عنده 28 نقطة في المركز الثاني مصر المقصب رصيد 24 نقطة المركز الثالث تلايع الجيش 18 نقطة المركز الرابع حرس الحدود 5 متروجيت السادس بيرامت السابع أمبي الثامن الإسماعيلي الاتحاد في المركز التاسع برضو معنا بقيت الجدون نجوم افسي في مركز العاشر ودي دجلة في المركز الحداشر الزمالك في المركز الاثناشر المولين العرب في المركز التلاتاشر سموح في المركز الاربعتاشر الجونة الخمستاشر 16 نتاج الحربي 17 الداخلية 18 المصري عندنا فريق قوي الحمد لله في طاعة الناشئين بقيادة مدرب الكوفي الكابتن عادل عبد الرحمن في 97 بقيت الجهاز طبعا موليد 99 برضو الأهلي متصدر لعب 13 مباراة فوس في 9 تعادل في ماتشين خسارة في ماتشين ليه 31 هدف عليه 17 هدف في المركز الأول بـ 29 نقطة في المركز الثاني MB 25 نقطة باسماعيلي في المركز الثالث متساوي مع MB 25 نقطة زمالك في المركز الرابع 21 نقطة المقولين في الخامس طلاع الجيش منتاج حربي نجوم F.C. مصر المكاصة في المركز التاسع هنكمل مع حضراتك وباقية الجدول سموحة في المركز العاشر بيرامتس في المركز الـ 11 12 الاتحاد 13 مصري 14 بتروجيت 15 حرس الحدود 16 الداخلية 17 ودي دجلة ومركز الأخير الجونة ده كان موليد 99 الحمد لله برضو عندنا لعبة مميزة في 99 هنروح لترتيب فرق موليد 2000 بلعبه منطقة مع كابتن أمينو عرابي طبعا هو القيدة الفانية لكابتن أمينو عرابي في موليد 2000 الأهل في المركز الأول لعب 10 مباريات فوز في 9 تعادل وحيد خسارة ما فيش ليه 32 هدف وعليه 6 أهداف في المركز الأول برصيد 28 نقطة مصر للتأمين في المركز الثاني برصيد 24 نقطة طلاع الجيش في المركز الثالث 22 نقطة ودي دجلة في المركز الرابع الخامس مصيرات الصلاة السادس السكة الحديد السابع مركز شباب زنهم معنا بقيت الجدول سراءة الأوبة في المركز الثامن مصر القاهرة في المركز التاسع العاشر شباب عن الصيرة 11 النصر 12 الغابة 13 معادة اليخت 14 المولين العرب في المركز الأخير عندنا ترتيب فرق مولين 2001 بقيادة الكابتن أحمد سرام الأهل في المركز الأول لعب 14 مباراة فأفوز في 12 تعادل في ماتشين ما فيش خسارة ليه 47 هدف عليه 7 هدف برصيد 38 نقطة طلاع الجيش في المركز الثاني برصيد 33 نقطة المركز الثالث أمبي برصيد 26 نقطة الرابع بترجيت خامس المقصة السادس الزمالك السابع حرس الحدود تامن المولين التاسع الاتحاد ما شاء الله شافيني الأهل المتصدر في فرق طاع زي ما بقول للناس ان احنا عندنا الحمد لله طاع ناشئين قوة وباين من النتاج وترتيب الجداول العاشر برضو مسلمين ما حضركم في 2001 العاشر نتاج الحربي الحداشر نجوم افسي اتناشر المصري تلاتاشر سموحة مكزة 14 للسماعيلي خمستاشر وادي دجلة ستاشر بيرامتس سبعتاشر الداخلية تمنتاشر الجونة في المركز الأخير ترتيب بطولة منطقة الكاهرة موليد 2002 الأهلي لعب ست مباريات فوس في ستة ما فيش تعادل ما فيش خسارة تسعة وخمسين هدف عليه هدف واحد أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع برصيد 18 نقطة المركز الثاني مصر التأمين برصيد 15 نقطة شبان المسلمين 10 نقاط قدت في مركز 8 نقاط مركز شباب الساحل السادس عرب غنيم السابع تشك هنروح الهاتي مع الفكرة اللي حضروا كله بتستنوها الفكرة المفضلة لكم نشوف أهداف الأسبوع بالصوت بالصور لعبة طويلة عبر أسامة عامل تحركاته عامل إزعاج عامل إزعاج لدفاع ندلها لعبر أسامة عبد عبد عبر أسامة عبد العرضية العرضية تصويب عبد نتمر جول 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 هدف أول لفريق الطلاق عن جيس عن طريق اللاعب شيك أحمد نبيل تلعبت وتعليت طربة الرأس جول 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 هدف التعادل للنها دلالي هاني عمر هاني عمر يضع هدف قاتل هدف قاتل للنادي الآلي فارس لربيع مرة تانية ربيع على يمينه يحط الكورة الكريم كريم أمامية لعبر رحمن ممدوح عبد الرحمن لنوفل نوفل عايز يقطع لما يحطها مرة تانية وهذه على طول العرضية كريم العبر عمر جول منطقة ميدو هايجيب جول 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 بقول ميدو حيجيب جول ميدو حيجيب جول شكلها واضحة تمان هاي الخططة بشمال والله حلوة 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 هدف أول للنادي الأهلي بعد 37 دقيقة ميدو نبيل بيسجل أول أهداف المباراة إنما عجبني أو الكفاح اللعبين مع بداية الشوت التاني بدأوا من خلال المحاضرة اللي بتتقال سواء قبل المباراة هلا 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 لا والله ملعوبة شكلها جميل يا ولد هدف كلا زي اللي بنشوفه في الفرقة العالمية والله هدف كل الفرقة رايحة لعدل مصطفى إنما الله عليك يا كريم يا عصبان هنشوف هنشوف أحمد حمدي ورقلة الجزاء أحمد حمدي جول 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 هدف أول للنادل عن طريق صاحب القميص 34 الكريزمة بتاعت النادل أحمد حمدي يضع هدف أول للنادل مصطفى يرجع مرة ثانية لعمار حمدي عمار التمريرة مع ياسر ريان هنا الدكتور علامة ولي بيقولي كابتن عادل عبد الرحمن أيضا لعب في نادي الاتحاد يضغط مرة ثانية زي ما قلنا تلاقي لعيبة ونجوم كتير ارتدت قميص الفرقين تلعبت من كريم جول 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 ألا جول يا دور والسلطان أحمد ياسر ريان ارجع وخرج اللقاء هات للرواية والحكاية رايح لمين رايح للكابتن تامر حفني ورايح للكابتن أحمد ناجي ياسر ريان هات هات الصاحب الرواية والحكاية هات الكرس العرضي والكرة العرضية الجميلة من اللاعب كريم يحيى يا ولد يا ولد يا كريم على الكرة العرضية والتحرك النموذج مين بيقطع مين بيعمل مال كلها أمور تدريبية وجمل يتم تحفظها من خلال الجاز الفني وهدي التصويب يا ولد يا ولد جول 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 هدف أول لنادي الاتحاد يا السلام صاحب الهدف هدي الهدف اللعب صاحب القميص رقم 13 محمد عادل هنشوف ريان خائط بشري وريان ريان جول 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 أحمد ياسر ريان ما أروعك ما أبدعك والله أغني لك قولك ما أمتعك يا السلام يا ريان هدف هدف رائع فين يا ريان ألا جول يا دور يا تحدث قلت لحضراتكم مواخد القرار مواخد القرار أكيد كل الهدف حلوة لكن النهاردة اخترنا لكم أحلى ثلاث أهداف حتى الثلاث أهداف اللي اخترنا لكم النهاردة حلوين جدا يعني هنشوفهم داتي مع حضراتكم هنشوف الهدف الأول كان في مباراة الأهل والجيش مواليد 2003 لللاعب كريم عثمان كريم عثمان استلم الكرة في تمساحها بعيدة عن المرمى لكن واخد قرار التزديد حطوا كرة وتزديدة قوية جدا يعني هدف من الأهداف الحلوة جدا اللي نشوفها يعني في الدوريات الأوروبية حارس المرمى وقف في نفس المكان لكن التزديدة قوية وراحها في مكان صعب جدا من الهدف الحلوة طبعا كريم عثمان في مباراة 2003 الهدف الثاني كان لأحمد ياسر ريان مباراة الأهلي والاتحاد شهدت فوزي الأهلي 3-1 برضو نفس التزديدة مهارة التزديد من المهارات المهمة جدا دلوقت يعني من الحلول اللي بتحل أي مباراة مهارة التزديد ودي كانت من ركلة حرة لأحمد ياسر ريان وده كان الهدف الثاني ليه في المباراة اتمنى إن شاء الله أحمد ياسر ريان ياخد سكة أكبر إن شاء الله عشان الفريق الأول هدف طبعا هدف حلو يعني هدف لا يصد ولا يرد زنبول الهدف الثالث كان موليد 2001 كان للعب هاني عمر كان في المباراة 2001 وده كان هدف التعادل يعني قيمة الهدف كان في اللحظات الأخيرة وهدف التعادل لموليد 2001 هنروح دلوقتي مع حضراتكم هنشوف منتخب الأسبوع خلال الأسبوع اللي فات اللعبة اللي تألقت داخل الكطاع من خلال المباريات هنشوف دلوقتي مع حضراتكم هنستعرض على الشاشة تشكيلة الأسبوع تشكيلة الأسبوع أفضل اللعبة عندنا في حراسة المروا مصطفى شوبير موليد 2000 ومصطفى شوبير بصعد مع 97 وتم تصعيده للفريق الأول لفترة الأخيرة وانضم للمنتخب الوليمدي عندنا باكرايت كريم يحيا كريم يحيا من اللعبة المنازة وانتظروا الاسم ده كريم يحيا موليد 98 صنع ثلاث أهداف صنع ثلاث أهداف وسجل أربع أهداف عندنا باكليفت أحمد حاتم موليد 98 صعد برضو مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة اتنين مساكين محمد عبد المنعم موليد 99 تم تصعيده برضو خلال الفترة اللي فاتت للفريق الأول محمد عبد المنعم من اللعبة المميزة إن شاء الله لو تم الاستعانة بها في مركز المساك أنا بقول لكم يعني من اللعبة الجيد والجيد مع الفريق الأول كمان هاني عمر موليد 2001 صاحب هدف التعادل في الوقت القاتل في مغارات الجيش الأخيرة خط الوسط عندنا صلاح أتاك موليد 97 كان غاب فترة للإصابة لكن رجع للقاتل الحمد لله يعني وبواصل التقلق بتاعه محمد ربيع خط واسط مدافع موليد 2003 وده منضم من الاختبارات في الموسم العلو وأصبح من العنصر الأساسية للفريق صالح نصر عندنا صالح نصر بلعب تحت المهاجم ناحية الشمال موليد 99 وهو هدف البطولة برصيد 16 هدف عمار حمدي الوافد الجديد من النصر واتمنى برضو عمار حمدي من اللعبة الممتازة اللعبة الجيدة إن شاء الله اللي هيكون إضافة كبيرة للنادل أهلي أتمنى ياخد برضو فرصة مع الفريق الأول وهو بشارك مع 97 وبشارك مع 99 يوسف نوفا الموليد 2003 جناح حجومي من العناصر الأساسية في 2003 وتقلق في موراة الجيش إلى خيرا أحمد ياسر ريان يعني أحمد ياسر ريان بينزل يلعب مع 97 عشان يجهز أتمنى إن شاء الله إن أحمد ياسر ريان ياخد فرصة مع النادل أهلي فرصة كبيرة وتمنى إن شاء الله إن الفرصة كمان يكون معها أهداف يفرق جدا مع لعيب صغير بيطلع من قطاع الناشيين إنه يلعب مع النادل أهلي ويجيب أهداف يبدأ يعلم مع الناس البداية مهمة أحمد ياسر ريان عنده الإمكانيات الجايدة إنه إن شاء الله ممكن يبقى في الفريق الأول بصفة مستمرة لكن هو محتاج هدف أهدافين مع الفريق الأول عشان يبدأ ياخد السكة مرة تانية هنروح مع حضراتكم بلوتي برضو لفكرة الأخبار فكرة الأخبار وأول خبر هنا من مواقع الرسمي للنادي الأهلي عادل عبد الرحمن شباب الأهلي رائع ونسعى لحل مشكلة الفرص الضائعة وفعلا على أرض الواقع أكبتن عادل عبد الرحمن من المدربين المميزين اللي عمل شغل واضح جدا للناس كلها هو الجهاز الفني المعاه طبعا في فريق شباب النادي الأهلي تاني خبر عندنا صالح نصر يواصل صدارة هداف دوري مولين تسعة وتسعين صالح نصر من اللعيبة الممتازة جدا هو دلاتي متصدر بأحداشر هدف عندنا من اليوم السابع كابتن ربيع ياسين وكابتن عبد السطار صبري يتابعان مباراة ناشي الأهلي والطلاع ألفين وواحد وزي ما قلت حضراتكم الحمد لله عندنا في ألفين وواحد من النادي الأهلي في العمم ويزا انضمت خلال فترة اللي فاتت مع الكابتن ربيع ياسين وتمنير التوفيق هو والجهاز بتاعه إن شاء الله من الموقع الرسمي النادي الأهلي كابتن أمين عرابي تأجيل المباريات يؤثر سلبيا على اللاعبين طبعا يعني الأفضل دايما يبقى فيه يعني المتشات ما توقفش دايما يبقى فيه لعبة على طول من ده بيطور حتى في مستوى اللعبة لكن التأجيل كل شوية طبعا أكيد بيأثر بالسلب على اللاعبين هنروح برضو من الموقع الرسمي النادي الأهلي كابتن أحمد سراك تعادل الأهلي مثل الخصارة في السن الصغير دا ما يفعش إن إحنا اللاعبين في سن 2021 17 سنة بوكن نعملوهم ماتشين في الأسبوع دا كتير جدا دا كان تم الأسبوع اللي فات يعني أتمنى لجنة المسابقات في قطاعات الناشئين إنها يعني تشوف حل المشكلة دي عشان تأسس لعيب صح لازم يلعب مباراة واحدة من فاشي ماتشين هنروح للكابتن فاتحي مبروك موقع الرسمي النادي الأهلي يتحدث عن منتخب المستقبل واستراتيجية قطاع الناشئين بالنادي الأهلي معنا دلوقتي الكابتن فاتحي مبروك على التليفون علشان نسأله عن منتخب المسابق والفكرة الكابتن فاتحي عازي يعملها إزاي كابتن فاتحي؟ إزاي كابتن فاتحي؟ إزاي كابتن فاتحي؟ طيب يا حبيب إزاي جانب؟ وحيك طيب يا كابتن أخبار حيك إيه؟ كله كويس والله يعني يعني فعيد كيز مكالمة وفعيد من السادة المستمعين أو السادة المشاهدين لقناة النادي الأهلي دائما يعرفوا قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ماشي إزاي الحمد لله وده دورنا هنا في برنامج الأشبال في قناة النادي الأهلي إن إحنا دايما بنبرز الشغل الواضح فعلا في النتائج وفي الأهداف وفي تصدر يعني كل الفرق في جدول المسابق وده الشغل ده واضح يا كابتن فاتحي ومنبرك لك واضح والله واضح أوه يا كابتن أسامة والناس مهتمة جدا على فكرة أو البرنامج جميل والناس ابتدت تهتمة فعلا بهذا البرنامج لأن قطاع الناشئين في النادي الأهلي الناس بتجديد تعرف عنه كل حاجة من خلال قناة الأهلي ومن خلال البرنامج الرائع اللي أنت بتقدمه يا كابتن سامة بنبرك لك على تصعيد الكابتن عادل مصطفى للفريق الأول والله الحمد لله يعني دي مهمة أنت عارف مهمة يمكن بنقول عليها مهمة مؤقتة ودي حاجة كويسة إن حد من عندنا من القطاع الناشئين كابتن عادل مصطفى يطلع الدرجة الأولى أنا بكمنة بكمنة من كل قلبي إن دائما اللعيبة والأجهزة الفنية بقعندها طموح وعندها دائما رؤية للمستقبل إنه ممكن يبقى من أحد أفراد الجهاز الفني الفريق الأول لعيبة نفس الشيء دائما بكلمهم أنتوا طالما لعيبة نادي أهلي لديه عندك الطموح أن أنت تلعف فريق أول أنت كتفتحهاك خط التجربة الصعبة من النادي الأهلي في سنة 2003 وكنت موجود في فريق الشباب النادي الأهلي وتم تصعيدك للفريق الأولى في وقت صعب وكن حضاك موجود في قطاع الناشئين وملم بكل ما بيحدث في قطاع الناشئين وقتها تم تصعيد لعيبة تم تصعيد مدربين هو نفس الظروف اللي إحنا بنتكلم فيها مجلس رضارة بيبني قطاع الناشئين قوي مع كابتة فتح المغروف علشان وقت ما يتم الاستعانة بأي فرض سواء جهاز طبي سواء مدرب سواء لعبين يبقى دائما عند حسن الظن والله إحنا هدفنا هدفنا زي ما رأت لك كابتة أسامة من جمال إحنا هدفنا لنا هدف ورحة قوي ماذا في الأول طبعا تصعيد لعيبة للفريق الأول إن شاء الله الحاجة التانية إذا احتاج الفريق لأي حد من الأجهزة الفنية في قطاع الناشئين فأنا برحب جدا جدا لأن هذا بيبقى حاجة كويسة للمدير الفني وحاجة كويسة للقطاع البرجة الأولى وقتع الناشئين تمام كلمنا بقى عن فكرة منتخب المستقبل بص يا كابتن والله أنا جيت يعني فكرت في الفكرة دي ومش عايزة أقولها كابتن وحمود الخطيب على فكرة برضو ممكن اتكلمنا في هذا الموضوع وقلت إن أنا بفكر فعلا إن احنا نبرز فعلا فيه فريق للمستقبل في النبي الأهلي والفريق تاعمل برضو رؤية الفنية ومشلال تعامل مع الندير الفنيين ومشلال أيضا التقييم والمتابعة إن احنا فعلا مرشحين لعيبة لعيبة في حراسة المرمة والاستبارات وكل مركز على الأقل فيه ثلاثة أربعة لعيبة من موليد بتاع وتسعيل لحد عندي ممكن لألفين واتنين واتنين وثلاتة يعني المرحلة السنية اللي هي مش تبعي أو مش إن أنا مش حاطت تراتيجية لها لألفين واربعة كل الفرق كل الفرق عندي من مركز اتنين تلاتة كل مركز فيه حوالي ثلاثة أربعة لعيبة فأنا فكرت في الفكرة دي على أساس أن بنشكر الكابتن فتحي مبروك مدير كطاع الناشئين بالنادي الأهلي شكرا جزيلا لك كابتن فتحي هنروح برضو معنا على التليفون العقيد محمد مهدي مدير كطاع الناشئين بالنادي طلاع الجيش كابتن محمد مهدي مرسال خير يا كابتن وسامة مرسال نور زي حضرتك أخبار حقاك الحمد لله كل سنة وانت طيب نتائز الفرصة وشحاب المصر كله بخير وكل سنة وطيب ونسبة المولد النووي ودايما كده النادي الأهلي في خير كده وان شاء الله يعني ربنا يوفق ان شاء الله النادي الأهلي ان شاء الله بنبارك لك طبعا عامل ما شاء الله كطاع ناشئين لطلاع الجيش قوي جدا مش السنة دي ده لا ده من كذا سنة فاتت ما شاء الله في لعبة مميزة في طلاع الجيش حتى بيتم الاستعانة بها في الفريق الأول الحمد لله والله ده كان نتاج خطة الحمد لله اول ما مسكت القطاع الحمد لله ربنا اكرم وبدأت عملت خطة لمدة خمس سنين حيث انها ان شاء الله السنة دي بعمر الله على اخر السنة يعني تبني سمرها والحمد لله يعني الحمد لله الخطة مش تبقى للي احنا عمدينه طبعا بدعم السيد رئيس مجلس الادارة ومجلس ادارة النادي طلاع الجيش الحمد لله الخطة اصمرت وبقى عندنا الحمد لله في جميع الفرق مستوات فنية ان شاء الله نأمل ان هي تكون دعم الفريق الاول بيذن لفنا دي طلاع الجيش كلمنا بقى عن المداربين داخل القطاع خاصة ان انا يعني عارف فيه مداربين زي كابتن حسن كوفت مسك تسعة وتسعين فيه مداربين مميزين كمان زاد لعيبة داخل قطاع نشيب طلاع الجيش اصلاح فيه والله الحمد لله احنا برضو خلال الخطة دي كنا كل سنة ببقى نطموح معين المداربين اللي بتبقى ماشي معنا في هذا الاتجاه بنبقى عليها والمداربين اللي ما بيقدرش يتواصل معنا عشان المستوى اللي احنا طلبينه بنستغنى عنه لكن الحمد لله احنا عندنا مجموعة الحمد لله تعتبر دلوقتي تعتبر تدريبيا ابناء نادي طلاع الجيش الحمد لله وان كان فيهم حتى ناس من النادي الاهل وكده بس بدأوا خبراتهم التدريبية عندنا الحمد لله وبقى مجموعة كويس جدا عندنا مثال ملأ ده ابن النادي اصلا وكان بيلعب كان كابتن نادي طلاع الجيش وفيه الكابتن حسن كفتا ماسك التسعة وتسعين وفيه الكابتن زياد النادي الاهلي برضو ماسك الالفين وفيه كابتن ياسر علي ماسك في رئيس 2001 لانه طبعا برضو يعني بيعجبني طريقة النادي الاهلي بالنسبة لك الكورة في مصر يعتبر هو من الاندية الفريدة اللي عندها الشابات الانفعالي لاله المباراة وعندها يعني حسن الفنيات بالنسبة للعيبة وبالنسبة للأداء والكلام انا متعمد ان يكون عندي مدربين حتى من النادي الاهلي عشان يدونا الخبرة دي ويبقوا عندنا يعني ينطلع بنفس طريقة النادي الاهلي كده تمام حتى سيد العقيد يعني ضميت انت محمد جودة دلوقتي كان طم تصعيده الفريل اول حتى كابتن احمد سامي اللي بدأ اسمه يبرز في عالم التدريب في الدورة الممتاز كانت بدايته وفيه قطاع الناشئين بطلاع الجيش برضه احمد سامي ميسك فترة كبيرة جدا فريق السبعة وتستعين وكان من قبلها الفريل اللي تحت الفريل الاول عطلوه اللي كان مناسكو تمام وبرضه تصعب مع الفريل الاول وقد دي برضه اداته التواجد في الدورة الممتاز والحمد الله برضه يعتبر اضافة للمدربين في مصر حاليا احمد سامي نتمنىك ان شاء الله التوفيق سات العقيد خلال فترة جايب نشكر العقيد محمد مهدي مدير قطاع الناشئين بطلاع الجيش شكرا جزيلا لك هنروح دلوقتي بقى لكابتن فوزي سكوتي رئيس لجنة القطاعات باتحاد الكورة ازاي يا كابتن فوزي حبيب يا وسامة جميل عامل ايه اخبار حضيك ايه مطالك دايما يا وسامة وبيبارك لك على البرنامج الجميل ده الصراحة يعني ربنا خليك يعني انا كابتن فوزي مرني وانا عندي خمساشر سنة مع كابتن شطة وطلع لعيبة كتير للفريد اول بالناد الاهل حبيب يا وسامة ربنا خليه عايز بقى كلمة كابتن فوزي افكار اتحاد الكورة عشان نطور مسابة الكتعات بص الحمد لله احنا عاملين مسابة العيات الجمهورية طبعا تمام مسابة مهمة جدا ان هي دي اللي بتطلع يعني معظم اللعيات اللي موجودة في الاندية هي نحتم يعني بنحتم بيها لانها دي مسابة الجمهورية المهمة جدا بيها على فكرة وسامة انت بتلاحظ طبعا اه يعني يمكن انتو الواحدين يمكن اللي بتزيع الناشئين على قناة النادي الاهلي اه بتباح انا بشوف الدور الناشئين اللي انتو بتزيع مصشاتكم بتاعت النادي الاهلي اه مصبور القعدة بتاعت تبورة في مصر انتعرف الناشئين اه الاحتمال كله بالفرق الكبيرة او المنتخب فقط لغير الدور الممتاز او المنتخب ما هو ده دورنا كابتن فوزي بدأناه هنا من قناة الاهلي برنامج الاشبال احنا دايما نسلط الضوء على كل الفرق يعني احنا بدأناها بقطاع الناشئين بنادي الاهلي لكن دلوقتي بدأنا نتوسع هناخد ان شاء الله كل قطاعات الناشئين الموجودة في مصر ده جميل ده جميل يعني دي احسن فكرة لانه هتساعد برضو يعني الناس تتفرج والناس بتتابع واللعب يشوف اللعيبة وممكن عن طريق الزاعة المطشاة دي اللعيبة تظهر تمام انا عايزة اشوف مثلا لعيبة بدل معين المدرب يعني مثلا ربيع ياسين بيقعد يلف مثلا على مستوى الجمهورية عشان يدور على اللعيبة تمام لما زع المطشاة دي ويتابع على التلفزيون ويقعد يتابع ممكن يسكلها ويشوفها كذا مرة بيتابع اللعيب تمام ولا قال اللعيب ده جيبه ده الفكرة احنا واخدنا برضو اللي احنا عايزين نعملها في على مستوى القطاعات تمام انت عارف دور القطاعات سامة المناطق ضعيفة اه في فرق ضعيفة يعني صوصة مثلا النادي القالي بيلعب مراك الشباب والحاجات زي كده وبيكسب اتناشر وتلتاشر تمام دار بيقول لك انا اللعيب بتاعي ما بيستفيدش يعني المستوى ضعيفة وعايز استفيد على قد يعني فعايز الدوري قوي احنا بنعمل دور القطاعات اللي احنا مقسمين القاهرة يعني مقسمين على المستوى الجمهورية تمام قطاعات قاهرة كبرى وشارق الدلتة وغرب الدلتة ووسط الدلتة والقناة شمال السعيد ووسط السعيد وجنوب السعيد تمام 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 بنعمل مثلا القاهرة كبرى بنقول مثلا القاهرة والجهزة والأليو بي فيها حوالي 58 فريق اه القاهرة مثلا بين الجنوية احنا اخد منهم مثلا كل اول مجموعة هم مثلا اربع مجموعة ولا حاجة ممكن ناخد اول وثاني عساس الفرق بتاعت القاهرة بتبقى فرق وكلها مميزة وقوية بنيجي مثلا الجيزة ناخد منها مثلا ثلاث فرق بنيجي مثلا القاهرة ناخد منها فرقين هم التاهلية الشرقية طمياط اسكندرية البحيرة مطروحة كل دول بيلعبوا بعض بقى بيلعبوا بعض على حسب الجياب بتاعتهم لانه صعب قوي تجمع كل عشان المصاريف والناشئين اه انه يسافروا تمام عشان نعملها على مستوى احنا عملناها ثمان قطاعات اه عشان يلعبوا بعض غارب الدلدة تلعب بعض اسكندرية البحيرة مطروحة بقى رايبين لبعض تمام ما يدرش يعمل زي الدور الممتاز صعب ما يدرش يصرف على الفرق الجمهورية والقطاعات ده كلام مهم جدا يا كابتن فوزي كان معايا كابتن محمد حشيش المدير التنفيذ المنطقة الكاهرة كان عندنا مشكلة ان دور الكطاعات لالفين واثنين في النادل الاهلي يعني هم خلصوا في شهر عشرة واحتمال يبدأوا في شهر واحد او شهر اثنين يعني هيبه فيه فترة تلات شهور توقف كبيرة جدا كتير كتير طبعا ممكن يبقى لكم دور ان احنا ممكن نبتدي الكطاعات بدري شوية يعني احنا كنا عادنا مع الكابتن مجه عبدالغاني وكابتن احمد مجاهد وعدنا وكنا بنتكلم امان ان احنا كنا عايزين نبدأ في شهر اثناشر تمام ان في انا زي ما انت قلت كده في ناس خلصت اه لقينا ان معظم المناطق على مستوى كمهورية هيخلصوا في لسه الدور الاول وهيبدأوا الدور التاني اه لسه ما خلصتش فاحنا بنكترح بقى طبعا ولسه بإحنا بنقول الاقتراحات بتاعتنا وبعد كده بتدخل المجلس بياخد بيام واخد طيب ان احنا ان نهاية الدور الاولاني ناخد الفرقة اللي هي المتقدمة دي اه اللي هو اول الدورة او تاني الدورة كده او تلات دورة تلات فرقة الاولين اقوية اه اللي عبو التاده بقى يلعبوا الكطاعات اه نحس بالمسابقة جمز جدا تمام فكرة كمان هنعملها ان شاء الله هنعمل اللي هو منتخب الكطاعات منتخب الكطاعات تمام اللي هو مثلا زي 2001 عشاء كبتر عبية ياسين هنسيده في حاجة ان انا بجيب له اقوى لعيبة عنده ده هيسهل هيسهل عكبتر عبية ياسين اه اه اعمل دورة اه هنعمل فين الدورة دي عشان برضو التكليف بالنسبة للناشئين صعبة جدا اللي يسافروا بيجوا بتاع تمام ونبين راعي فين تحنات نص السنة كمان اه واجهز نص السنة يعني فين تحنات جاية برضو فكل ده بنحطها في الاجندة بتاعتنا تمام بسنا بنجي نشتغل فعلا مفيش حاجة تبقى معوكة بالنسبة للطالب او اللاعب اللي هو الطالب اللي بي عنده امتحنات بيبقاش اللود عليه نفس الوقت الولاد يلعبوا مطشط قوية تمام ده اللي يهمني من المسابقة طلعونا لعيبة على مستوى عالي انت كنت فاكرة بسما لما كنت تلعب بتلعب في مسابقة قوية ده حتى بتبرز لعيبة مميزة الفريل اول ومنتخبات مصر بعدين بتروح المنتخب وبعدين تروح منتخب المنطقة تمام الحاجات دي كلها كان بتطلع لعيبة قوية جدا نتمنى ان احنا المسابقة بتاعت الكطاعات لان معظم المديرين الفنين بتوع الانبية بيكلمونا جما عايزين دور الكطاعات لان المسابقات عندنا ضعيفة جدا يعني تخيل مثلا ممكن منطقة من المناطق على مستوى الجمهورية يبقى عندهم خمس فرق يلعبوا دوري يلعب خمس مر يعني لعبوا مثلا تسعة مشاكرة وبعدين يلعب ثاني هو هو ما عندهوش لعيبة أكيد ان شاء الله هنتكلم مع حقاك باستفادة يا كابتن فوزي يعني في كل بقى شكل المسابقات وهتكون معانا في حالة ان شاء الله كابتن فوزي سكوتي رئيس لانجل القطاعات باتحاد الكرة شكرا جزيلا لك هنروح دلوقتي نشوف تقارير مع لعيبة فريق 2003 ونجع حضرتكو مرة تانية الحمد لله على المكسب ماتش صعب يمكن الكابتن عاد تكلمناuche تقع الماتش صعب من بارة فإحنا مركزينا من الأول الأسبوع في التمرين وفي الشغل التي كابتن عاد بدهولنا د硬نا نعمل حجة في الماتش وديرنا النغ Lil 3 البونط الحمد لله إحنا بنغط كل ماتش ب buckhu بنركز في الماش النهردة خلص نركز في الماتش الي باي بكرة رواحة وبعد كدا نركز في الماتش اليسماعيلي ماتش صعب هما فيقينينا ببنط احنا بنركز مهم في وقت كويس ماشيين قبله سنة التصارات عشان نقرب شوية من الأول احنا متفقين من الأول خالص ان احنا الماتش ده ماتشنا وكابتن عادي كان قلنا الماتش ده عشاني هل كلها طبعا منلعب عشان ناجي الأهلي بس كابتن عادي مقصرش معانا والماتش ده احنا بنهدي ليه والحمد لله على الفوزي اه انا رايح انا دايما باربط مع ميد ودايما لو في مساحة في قلب الاثنين في ضهر الاثنين دفندرات اه انا بستن فيها ميد وميد بستن فيها شفت المساحة تحركت ميد وحطها دي مجرد ان انا بس سنتها كان الجول مفتوح حطتها والحمد لله يعني راحت زي ما انا عايز الحمد لله الماتش كان مهم واحنا كان لازم نكسبه عشان الجيش تحتنا بنقطة احنا كسبناه الحمد لله ودلوقتي بقى 4 نقط عندنا الماتش الجاي الاسماعيلي فوينا بنقطة برضو ومفروض نكسبه عشان نعديه ان شاء الله نطلع ثالث والبطولة ان شاء الله ماتش الاسماعيلي ماتش مهم والارض بتاعتهم مش كويسة فلازم نبقى رجال يعني في الملعب وكده وماتش الزمالك لازم نكسبه عشان الاهل والزمالك يعني بكمة بتاعت الدوري الحمد لله يعني لازم نكسبه ان شاء الله ماشيين بشكل كويسة 2003 وبحقق الفوز السادس لهم في الدول هنروح دلوقتي لفقرة نجم على الطريق نجمنا النهاردة انا شخصيا بتوقع له ان شاء الله لو خد فرصة مع الفريق الاول هيكون موجوده هيسبت اقدامه هو كريم يحيى موليد 98 بك رايت فريق الشباب نشوف تقرير عن كريم يحيى ونرجع لحضركم مرة تانا موسيقى السلام عليكم انا كريم يحيى بلعب في الاهل فريق الشباب موليد 99 بلعب في مركز بك رايت انا بدأت الاول في مدرسة كفن خوطيب مدرسة بيوتين كان عندي ست سنين رحت لعبتي في المدرسة وبعد كده في واحد صاحب والدي قال له والدي في اختبرات النادي الاهلي مع كابتن بادر جب فرحت اختبرت يعني والحمد لله كابتن بادر شافني واخدني النادي كنت صغير بس عارف انت النادي الاهلي وعارف يعني النادي الاهلي وعارف يعني ابقى داخل من باب النادي الاهلي وحلمي ان انا العب في الاهلي فكنت نازل كنت نازل بقى موت نفس على كل كرة عشان ده حلمي ما فيش الفرصة دي فالحمد لله يعني انزلته وحامد لله يعني اكلت النجيلة بمعنى الكور يعني فجي كابتن بعد الاختبارات تم جي تكلم معي وقال لي انت هتكون موجود معنا من دلوقتي بس وبدأت بقى من ساعتها وانا موجود في النادي يعني حامد لله حسيت بفرحة يعني مش عادية داخل داخل النادي الاهلي يعني احسن النادي في افريكا وفي الشرق الاوسط وفي مصر وطبعا فداخل في فرحة فرحة مشتبعية فكان حلم لي ان انا اخش من سوري بن باب النادي الاهلي يعني انا طبعا كل مدرب اتمرنت معاه ليه فاضل عليك جيل بعض ربنا طبعا من اول كابتن بدل لحد كابتن عدل عبد الرحمن كابتن عبد الرحمن طبعا بالنسبة لي اب واخ ومدرب بتاعي في النادي الحامد لله يعني كابتن عدل يمكن نطور فيه حقا كثير جدا ككورة وكشخصية ودايما بيتعمل معي ومع اللعيبة كلها حسنس ان احنا لعيبة درجة اولى مش لعيبة شباب محاضراتنا دايما محاضرات لعبة كبار محاضرات محترفة فكابتن عدل طبعا مطور مننا بشكل كبير جدا طبعا كابتن عدل يعني بيشتغل معنا من ناحية نفسية ككل لعيب انت لعيب درجة اولى انت لعيب نادي اهي درجة اولى محاضراتي في فيديو اللي بيعملها لنا بعد كل ماتش بيقول كل واحد اخطوه ايه بيقول واحد ودي ممكن من حاجات اللي بتطور مننا كلنا يعني ومننا شخصيا بيقول اللي التحرك بتاعك هنا انت بتعمل دي كويس نطور منها فكابتن عدل طبعا وفي الملعب كان بيشتغل معي في الملعب كناحة تكتيكية كشغل البكرية كله كابتن عدل يعني محافظولي الحمد لله يعني الحمد لله موصلني لدرجة لدرجة عالية يعني يمكن في المرشرة انت اواخد بالك يمكن اول مكافأة كانت زمان خالص ايام كابتن امين عرابي كانت اول مكافأة كان مراتة في ستين جنيه بس دي يمكن اول فلوس اخدتها من نادي الاهلي يعني والدي والدتي اليوم فضل كبير قوي علي من اول ما دخلت النادي اول ما دخلت النادي وفي الدراسة وفي الكورة فيمكن يمكن اوما الساب الرئيسي ان انا بقى موجود في نادي لحد الوقت طبعا انا بشكرهم طبعا اللي عملو معايا النادي الاهلي طبعا بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا زي ما قلت لك حلم يعني حلم ان انا خش من باب النادي الاهلي فانا مبسوط جدا طبعا انا متواجد في نادي الاهلي ونفسي كمان ابقى متواجد في الفريق الاول على طول مستمر وعلعب والعب اساسي في النادي الاهلي النادي الاهلي ده بالنسبة لي ككل حاجة في حياتي يعني فانا كتمرين كماتش بحاول اموت نفسي في كل حاجة علشان خاطر اخدي من النادي يعني انا طبعا مثلا انا في مصر كابتون احمد فتحي طبعا وبره كان داني قبل كابتون احمد فتحي يعني اعتبر في كل حاجة متكاملة يعني كلعب كرة وكظاهير ايمن كمان فيمكن اكتر حاجة كمان اعجباني في روحه يعني روحه روحه دي دي اللي بتخليني حتى انا بتفرج من بره حاس ان انا عايز انزل الالعب فدي ام حاجة عني في كابتون احمد فتحي غير طبعا واجباته اللي بيعملها في ناحية اليمين دي كل دي حاجة متكاملة يعني ان شاء الله حيات لعيب الكرة بالذات في لعيب النادي الاهلي بتبقى صعبة جدا ان ان انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي مصر فالطبيعي ان انت لازم تبقى على طول عالي ماينفعش ماينفعش تنزل ثانية واحدة لتحت فانت الطبيعي عشان تبقى عالي دايما محتاج فيها عامل خارجية عامل في بيتك عامل في نومك فاكلك في الطريقة اللي انت بتعامل بيها بره في طريقتك جوا النادي دي كلها دي حاجات بتفرق معاك انك تخليك لعيب كبير في النادي الاهلي فدي لازم فدي ام حاجة يعني لازم تبقى فيها عامل خارجية اللي هي اللي هنستم كلمك فيها دي دي اللي هتخليك كويس في الملعب اقول لك يا ابتون احمد فتحي يعني انت قدوتي يعني في الملعب ويرب يعني تفضل عطول في تقلق وتفضل تحقق الانجزات اللي انت حققتها في الكرة اللي محدش عارفها يعني وكابتن حسام غالي بقوله ان انت قائد يعني يعني قائد النادي الاهلي وروح النادي الاهلي فطبعا الروح تزعل ان انت اعتزلت يعني فكان نفس ان انت تتكمل كمان وكابتن ابتريكا الماجيكو طبعا كان نفس اننا نلعب معاه وكان نفس انزل معاه ملعب فكابتن ابتريكا حاجة كبيرة جدا يعني اننا نلعب كاس عامل القندية مع النادي الاهلي وطبعا ده هيجي من طولة افريقيا فحلمي اننا نلعب فوق مستمر في النادي الاهلي اساسي اننا نلعب افريقيا نفسي 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 نعب كاس عامل القندية مع النادي الاهلي ده حلمي طبعا اشكر والدي والدي طبعا على قدرهم معايا انهم يعني فضلوا فضلوا مسنديني في اصعب الظروف انهم يخذونا بمتواجد في النادي الاهلي وطبعا بشكرهم من خلال قناة النادي الاهلي يعني النادي الاهلي اول طبعا لكابتن عدل عبد الرحمن انت طورت في كريم حاجات كتير جدا ولسه هتطور يعني اكتر فحضر ده كليه فضل كبير اوى علي كجومة ملعب وخارج الملعب يعني كنصائح اللي بمازل لعيب النادي الاهلي ان انت النادي الاهلي على طول لازم تبقى كذبان لازم بقى روحك عالية لازم تبقى على طولة فورمة عالية ما عنفعش تبقى زي العيب اي دي تاني النادي الاهلي حاجة ثاني خلص عند الاندية اللي موجودة فب مصر كلها فالطبيعية انت لازم تبقى على طولة عالية انت زور كريم ان شاء الله بإزن الاحاول Jenna도 ناوت نفسي وعشان نقدم النادي الاهلي واوانا مستنى بالفرصة ان شاء الله وкоي من انت تشوف كريم في مستواء عالي وان ان شاء الله انت فرح نادي الاهلي على طوله كريم يحيى خامة كويسة وخامة مبشرة للنادي الأهلي بيلعب باك رايت نتمنى له إن شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاي نروح لفاصل وقبل الفاصل نشوف تقرير مع الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق شباب الأهلي اللعيب النهاردة قدوا أداة كويس أنا مش ببص على النتيجة قد ما ببص على أداهم لإننا محتاجينهم الفترة الجاية فترة لعيبة النادي الأهلي الفترة الجاية فترة اللعيبة اللي تربت في النادي الأهلي اللي عرفت معنى النادي الأهلي قوة النادي الأهلي آآ 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 آ� إزاي اللعيب اللي بيلعب في النادي الأهل اللي نعرفه إزاي فللنتو إزاي جمهوره وهو ده اللي هي مهمة عندي قوي ودي اللي أنا دايس فيها كويس وشجال عليها بس إن شاء الله تيكمل ويكمل اللعيبة تبقى متواجدة ومش المهم نطلع لعيبة بس للفريل الأول المهم إن إحنا نطلعهم ونجحهم في الفريل الأول لأن دي نقطة مهمة مهمة للغاية اللعيب ممكن يبقى لعيب كويس قوي ممكن ما ينجحش بطريقة غلط لكن إن شاء الله الأيام الجاية دي المعالجة تبقى صح وإن اللعيب حتى اللعيبة اللي بتيجي من برة المفترض إن إحنا يجب إن الناس اللي مسؤولة يعني في الفريل الأول وفي قطاع الناشئين ووأنا في الشباب لازم نكون عارفين إن إحنا لنا يعني مناطق بنشتغل فيها المنطقة الأولى إن إحنا بنعلم الولد إزاي إنه هو يبقى قوي وإزاي إنه يخسب ونعلمه إزاي يبقى هو متفاني للنادي بتاعه المرحلة التانية اللي إحنا بنعلمه فيه إن النادي الأهلي جمهوره كبير ونادي عظيم فعلا وإحنا مش بنقولها نادي القرن والنادي ما يستحلش أي حاجة بتحصل فيه ولكن بتحصل كبوات كده ممكن نعد منها ولكن بالترتيب إن شاء الله هنعد سنة سنة وإن شاء الله اللعيبة اللي هي متواجدة تقدر تشيل النادي الأهلي وأي واحد يبطلب فهو تحت أمر النادي عدت بي مرحلة بنادي الانتحاد السعودي وده نادي كبير قوي وكبير قاسي يعني عدت بي في المرحلة دي من اللاعبين كان فيه أحباط نسكتهم بعد ستة هزاي الحمد لله كسبنا ثلاث مباراة وراء بعض اللي بعديهم لأن الموضوع النفسي أكتر اللعيب لحم ودم مفترض إن فيه لعيبة يعني ممكن تيجي بشخطة لعيبة ممكن تيجي بخصف اللعيب ممكن ييجي بصداقة اللعيب ممكن ييجي بالتزام اللعيب لازم نعتبر إن هو لحم ودم يعني مش آلة إن إحنا بنكر عشان كده إحنا بشتغل على الحتة النفسية قوي دي ضروري قوي يعني إحنا النهاردة ده يعني يجي 17 جندي حقيقة يعني انفرضات وحاجات كتير قوي ولكن في الآخر عايز أقولك إنه ده لسه صغير هنبدأ نعلم فيه هو أنا مش لسه صغير سنة لإن أنا بعتبر اللعيب اللي لازم يلعب 16-17 سنة في الفريق الأول يعني لكن أنا بتكلم في الفترة دي للظروف اللي إحنا فيها هنعلمه إزاي إنه هو يكون عايز اللي هو إزاي يكون شغوف إنه لما النتيجة تطلع أربعة يجي بخمسة ستة سبعة إن شاء الله دي جاية وأحيانا أنا بطلع من مباراة كسبان وكسبان كويس وبدي خصومه أنا طبعا حزين جدا إن إحنا خسدنا بتورطين وبس مش لنهاية العالم طول عمرنا نادي الأهلي بيقف على رجله إيه الفرق ما بين البطل والنادي العادي إن إنت لما بتقع بتقوم تقف على طول هو ده النادي الأهلي حصل لنا كبوات كتير وأنا بقلعب حصل لنا كبوات وقفنا وكنا رجال بس بالهدوء وبالتفاني لازم نتفانى كلنا ولازم كلنا نحط الأهلي في عينينا الأول ولازم يعني عايز أقولك إيه يعني نبقى قريبين الأصلح معنا النهاردة حبيبي كابتن شريف عفضيل المدرب العام لفريق 2007 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 كابتن شريف 2007 مدرب عام قل لي بقى هذا الموجود معك طبعا معنا كابتن تامر حفني هو المدير عام للبراعم هو معنا كابتن عب عزيز هو المدير الفني ومعنا كابتن عب السلام برضو مساعد معنا تالت الحمد لله وفيه طبعا كابتن جمال السيد مدير البراعم فكل دول الحمد لله منظومة كابتن طبعا معنا كابتن فاتح أمروك رئيس القطاع كله بيشرف على القطاع العام بصراحة كنا سامحنا من بداية السيزون عايز أقول لك أنا فعلا الموضوع شاق حقيقي الموضوع أسهل من كده شوية كنا سنبتديها مثلا من أيام الاختبارات كنا بنصحص خمسة الفجر بنقعد بيجينا ألاف يومين ونبخالش على أي حد وقد إيه الدور كان مهم لكل مدرب كان موجود وقد إيه كان فيه تنظيم لو كنت تيجي الناس كنتوا متواجدين الصبح وتشوفونا عادين كل مجموعة تحت كل مظلة تحت كل منتظرين كل سن معين في مكاننا لا يعني بحقيقة كابتن فاتح مبروك كان يوميا معنا يوميا متواجد بشكل يومي بنروح الساعة 6 الصبح بنخلص الساعة 4 ونص العصر في الفترة دي كلها بتشوفوا لعيبة كل دي بقولك بيجينا ألوف أنا اتفاجئت عارف أنت أنا كل دا كان في فترة طبعا دي حاجة جديدة علي أنا لسه طبعا مخلص كورة قدم معتزل دخلت مرحلة جديدة اتفاجئت باللي احنا شايفينه دوات موضوع متعف جدا انت بتقعد وبعدين بقى الأهالي قاعدين برا كمان على الخط مرأبينك ها طب زمانت اتفاجئت احنا بقى هنفاجئت دلوقتي بخرجنا داكرولي من محضر لك حاجة دلوقتي داكرولي دائما معودنا على المفاجئات يعود بالسلام ان شاء الله ويرجع زي ما كان ان شاء الله وافضل بإذن الله يعني ونحنا سوعداء جدا بوجود معنا ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 وده معنى ايه؟ ان احنا في النادي ومش انا لوحدك جميع الفرق بتلاقي الاعداد فوق العدد الطبيعي اللي انت تاخده ليه بقى؟ لما بتلاقي عندك موهبة فانا حرام انا ماشي واحد موهوب طبعا انا ليه؟ لما انا ممكن اجيبه انا دي له فرصة تانية او تالتة وبيجي لاختبار مرة اتنين وثلاثة وده موجود معايا انا اضع عقود انت واجد معايا بشكل رسمي وبيعمله تطوير في مستوى وبيزوده كمان ان هو يتمرن مع نفسه برا في النادي اللي جانب يبيته لان طبعا معظم الولاد بيجونهم المحافظات بعيدة فطبيعا طبعا انا مش قدر اوفر لهم الساكن لانه اولاد صغيرة بعيدا عن اي مسئولية انا مسئول عنه فدائما الولد يبقى ليرقابة من اهله افضل يبقى متواجد في المحافظة بتاعته ويتمرن زائد التمرين اللي هيبقى موجود عندي كمان السؤال دي كتأمل الاختبارات اه طبعا كان معنا كابتن هان رامزي وكابتن فتحي كنا يوميا بالمنظر اللي انت شايفه ده متواجدين تحت المظلات وبنتوزع وكان كل كابتن فتحي مبروك ما كانش بيوعد على فكرة يمكن اتحرك طول وهو مازال دلوقتي يعني لازم نجيب تقارير ونجيب بنصور الملعب دائما تلاقيه من مساند مع كل فرة في الصفر دائما بتلاقيه ورا كل فرة حتى في السويس في اسكندرا في كل مكان دا حقيه كابتن فتحي انت عارفه دائما نشيطه وبيحب التنس اوي زي ما انت عارفه فهو ما شاء الله ربنا يديله الصحة يعني ان الناس بنحتازي به لانهم الشخصات الجميلة فيمكن هي الفترة دي كلها كانت يعني فترة الاختبارات دي يعني انا فرقتي فيها ما يقالب ستين لها ما انا انا في حتة ستين عشان الناس بس تفكر عدد كبير انا يعني هشرحها ببساطة كده واسيبك طبعا تستفيد فيها دائما عشان ببعندك كتار ناشئين قوي لازم تبقى القاعدة قوية القاعدة هي مدرسة الكرة والبروعم خط فيهم عدد كبيرة وسجلهم عندك وبعد كده بيبدأ الهرم يعني الدنيا بتقل بعد كده في العمار السنة الأكبر بيبتدي العدد يقل لان انت خلاص بتبتدي أصلا السنك يكبر فهتبتدي تشوف مستقبلك إما لو مش هتقدر تستمر بتروح مكان تاني تستمر فيه احنا عندنا العداد الكبير العدد برضو لازم نفسر للمسا النقطة دي احنا متاح عندنا ان انا سجل لعيب كل شهر اول اسبوع في كل شهر قطاع عندي في البراعم عندنا متاح عندي في التسجيل ان انا اقدر سجل لعيب كل شهر فده بيدينا ريحية اكتر فان مش هقدر اسجل مسا اكتر من اثنين لعيب كل شهر مش هقدر اضخ لعيب كتير اللعيب المميز زي ما بقولك بيقربه للفرقة يبتدي يتمرم معنا بيتطور طبعا اللعيب ندلها لحاجة اللعيب بيجي لي اختبار بي حاجة تانية خلاص خلاص فعشان يخش معنا ويندمج مع اللعيبة الموجودة ويصل لفورمة ماتشاط فورمة لياقة اللعيبي بيعنده القدرة انه يتواصل مع اللعيبة الموجودة بياخد وقت فانا بوفر له ده وبقدر اساعده على ده تعامل مع اللعيب اصلا ده ده حاجة تانية خالص في السن الصغير ده اللي هو 11 سنة 12 سنة ده قصة تانية خالص ده هاجيلها ده عشان المعايشة اللي انت عملتها يعني الاستفادة اللي استفتتها عشان تقدر تتعامل مع ولد صغير لسه 8 سنين و 9 سنين و 10 سنين ده طبعا مش مهمة سهلة مهمة صعبة طبعا عايز اكلمك عن معانا المعايشة دلوقتي كابتن شريف وانت كنت في هولندا عملت معايشة في ايكس وانديهوفن صح انديهوفن الهولندي روحت انديهوفن الاول طبعا الناس هناك كل حاجة بنظامه كل حاجة بترتيب انت طبعا كنت موجود في المانيا بيرميونيخ بيرميونيخ وشوفت قد ايه الناس دي منظمة في حياتهم وقد ايه منظمة في كل حاجة ده انديهوفن الهولندي طبعا كلمنا بقى على الصور اشرح لنا يعني عايش الناس دلوقتي التجربة التجربة اللي انت عشتها لحظة بلحظة دي طبعا بتبقى المداخل اولا بتاعت عندهم الاكاديميات والبوابات عندهم بتاعت كل ده بوابات مش اللستات كمان ده تتكلم فيه النادي نفسه الاكاديمية الاطفال عندهم طبعا ديه نادي اياكس اياكس ديه البرائم اللي موجودة هناك في نادي اياكس الهولندي ومدارس الكرة عندهم خلي بالك انت اخترت ناديين اه طبعا يعني مصنع للابطال في اوروبا كلها اياكس الهولندي كمان هو سما فيه ميزة لانه هو على مرة العصور معروف ان اياكس ابرز نادي في العالم بيبرز ناشئين بيصدر اه صح خلاص لو تلاحظ ان هو لاي ما بيجيبش لعيبة كبيرة يدفع فيها فلوس ضخمة الاستثمار ده قل الاستثمار بتاعه الحقيقي من قاعدة الناشئين عنده وهو اللي بيصدر انه هو بيغزي الفريق الاول عنده فيقدر يصدر عشان كده ده كان اختيار انت كنت هنا بتتكلم illeg طبعا عندنا شوية المان بٖلانين كده اعملنا بيهم طبعا بتتكلم انجليزي معهم الألمان مروحينng شوية غير الهولنديين مروحين غير الألمان شوية الهولنديين هيقدروا اتكلمه انجليش معك الألمان لا وهذا مايرداش انكلم ده الصورة دي ما تحف قد عنا شين ده طبعا ده متحف فريق أكس الفريق الأول ده طبعا الكاسات اللي هم حصلوا عليها وخدوها خلاص أنا طبعا من شوية كنت موجود في الملاعب اللي هي تحت طبعا ملاعب الأكاديميات عندهم والبراعم والنشئين والقطاعات بقيت معهم وشفت إزاي المدرب الكوتشنج بيقدر تكلم معهم طبعا فرق عندهم إمكانيات مهولة موارد بشرية الحياة الطبيعية الموجودة هناك بتأهلهم لده عندهم كل الوسائل الراحة عندهم موجودة المناخ بتاعهم جميل جدا طريقة التعامل نفسها مع الولاد زي يقدر تتعامل مع الولاد طبعا ده كان فيه ماتشنج شغال وده مجموعة من اللعيبة اللي كانت موجودة طبعا الساكن تيم بتاع فريق أياكس نفسه تمام بس أنا بحييك على التجربة ده شريف إنك يعني تبتدي إنك ونتماشي في مشارك التدريب إنك عايز تنمي أو يبع عندك خبرات كبيرة من خلال المعايشات ده بصوا سماء أنا طبعا ده أنا دي أياكس طبعا ده بي أس في أندو هوفين الولاندي أنا طبعا الحتة بصوا سماء أنا طالما دخلت في الكرير وكمان ده الكرير بتاعي تمام خلاص أنا دلوقتي دخلت مرحلة جديدة في حياتي مرحلة التدريب خلاص الحمد لله أنا بابدأ خطواتي بابدأ صحة تمام لازم تتعلم وافضل طول عمر أتعلم أنا بابدأت تعلم شغالروح بها مثلا أنا عايزة أمسك فريق أول عايزة أمسك هنا يبقى أنا كده بادحك على نفسي يبقى أنا مش أتعلم حاجة لازم لما تيجي تتطور أو تتطور من نفسك لازم تتطور من نفسك أنت الأول تمام في تعليم كل حاجة بالذات في مجال شغلك يعني دايما أنا بحب لما حد ييجي نقشني في حاجة أنا معرفاش محابش أتكلم فيها يبقى أنا لما هاجي أتكلم في الكرة يبقى أتكلم صح تمام يبقى أنا بدأت الحمد لله مرحلة صحة أن أنا أبدأ تطوير من نفسي الأول وأتعلم لغاية أسامة لما تكبر فينا الحياة دي كلها هتتعلم وتجرب فيها فده كان أهم حاجة عندي إن أنا إن شاء الله هبدأ المرحلة دي صحة وإن شاء الله الفترات الجاي بعندي إن شاء الله هننظم حاجة إن شاء الله في فرنسا وحاجة في أسبانيا بإذن الله إن شاء الله معيشات اللي جاية بإذن الله وإن شاء الله في مراحل تطوير أكتر من كده بإذن الله وكمان هفيد القطاع عندي في النادي الأهلي كنا الحمد لله بعد ما أرجعت كمان اتكلمت مع كابتن تامر حفني مديرة عندي البراعم مع كابتن زيزي وتنقشت معهم في بعض الأمور في الحاجات التدريبية في الشكل العام في التنظيم بتاع اللعيبة إزاي غاز اللعيبة بفكر جديد وحديث إزاي أعرب من اللعيبة خليه حبيني الأول عشان يقدر يديني اللعيب الكرة مهم جدا مدير الفني لازم يفهم ده مش لازم أعنفه إمتى عنف وإمتى أبقى لين معاه الكرة دي لازم لعيب الكرة ده نفسية لما أبتدي أفهم لعيب الصغير ده من السن ده يعني إيه نفسية وحببه أصلا في الكرة إن هي مش موضوع أن أنت أجيبك ساعتين ومرانك وتمشي وخلاص صح كرة الخدم مش كده أسام الحمد لله عندنا في النادي الأهلي بيقدروا إزاي مش أنا بس كل المدربين الموجودين وبقيدة طبعا كابتن فتحي وكابتن جمال السيد وكابتن تامر حفني بيزراعوا إزاي جوة المدربين الموجودين إزاي تتعامل مع لعيبة بشكل كواس إزاي حب النادي الأهلي دي نمرة واحدة بتزرع في الحاجات إن أنت النادي البطل إن أنت أي فرقة بتلعبها أنت بيبصرك على أنك النادي الأهلي أنت مش في أكبر نادي في أفرق فده نمرة واحد في المقام الأول نمرة اثنين بقى وسائل التعليم وسائل التطوير وسائل التعاملة إزاي يطور من نفسي في الملعب إزاي يطور من أدائي أنا كلعيب وظيفتي إيه في الملعب المهام بتاعتك ورمستطيل الأخضر إيه أنا مثلا بلعب إحنا عندنا بنلعب بمرحلة لسه 8 ضد 8 خلاص ما تيجي النواحي الأمور التكتكية في الملعب مختلفة شوية على المراحل الأكبر خلاص أنا مش بدوروش دلوقتي قوي على النواحي التكتكية أد بطور منه هو عن نواحي الفنية بتاعته إن هو إزاي يطور إزاي يطور من مستوى الشخصي إزاي يطور التطوير عنده من نواحي الدفاعية والهجومية المهارات عنده القوة الجسمانية عنده إزاي يطور من القوة الجسمانية بتاعته ده شيء مهم جدا وخلي بالك الرسالة بتاعتك هتوصل للولد الصغير خاصة أنت لسه معتزل يعني اسم الشريف عفضيل اسم كبير وحتى ممكن الولد تكون شافتك فحتى المعلومة اللي هتقولها هتوصل على طول للولد الصغير بس أنا بحييك الشريف إنك إنت يعني مش مستعجل فيه ناس بتبتدئ في التدريب بتبقى مستعجلة بسرعة لكن إنت أنا يعني بحييك إنك إنت عايز تتعلم عايز تبدأ صح وتبدأ خطوات يعني تدريجانة هناك التوفية عايز بقى أكلمك عن علاقتكو مع الكابتن تامر حفني وكابتن جمال السيد لا كابتن جمال يمكن أنا في بداية الكلام بتارك كابتن فانح عبروك كابتن جمال كابتن تامر التلاتة دول صراحة بان دا من بداية الاختبارات أدي الناس دي بتتعب معنا أدي الناس دي كل واحد بيحب شغله أدي الناس دي بيدوروا على المؤسسة أو قاعدة الناشئين إن شاء الله يطلعوا أقوى لعيبة موجودة عشان يدعموا الفريق الأول أنا نمرة واحد عندي إيه أولا إن أنا بطلع الناشئ كويس أقدر أدعم به الفريق الأول وأقدر إن شاء الله بعد كده في المراحل اللي جاي إن أنا اللعيب ده أستفيد منه حتى لو مش يطلع عندي فريق أول أنا أبتدي أسوى دي المرحلة يا سامة اللي لازم إن شاء الله نفكر فيها كلنا إزاي أسوى الناشئ اللي عندي ماهنا خلينا نكون وقعيين عندنا الفريق الأول مش يحتاج أكتر من ثلاثة أربعة لعيبة كل سنة لو لقينا تمال لعيبة كويسين لو أنت طلع تلاثة لعيبة ده يبقى مكسب كبير بالضبط لو أنا عندي تمال لعيبة كويسين جدا هيقدر أغز بيهم فريق أول أقدر طيب عندي لعيبة أكتر من كده هعمل إيه لازم أبتدي أسوى بقى في اللعيبة دي والحمد لله ده كله محطوط باللعين عندنا في القاعدة الناشئين إن شاء الله ننتطور الكابتن جمال السايل تامر حفني بيتعب معنا جدا في الملعب بصراحة بيجي أول واحد وبيمشي آخر واحد لأنه طبعا ملتزم لأنه بيجي مع الفرق الأزرخ بيجي بدر شوية 2008 وفي موجود مع 2007 وموجود مع 2009 2009 و2010 كمان متواجد معه 2011 يعني أنت متخيل فهو متواجد مع كل الناس دي أنا بصراحة بحييه على المستوى الرائع اللي بيقوم به لأنه فعلا بيتعب جدا معنا عزيني الكلامك بقى 2007 أنتم متصدرين في دور المهرجانات صح؟ الحمد لله إحنا 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 أول مجموعاتنا بفرق كبير عن الفرق اللورانح لسه فيه دور تاني إن شاء الله بقى يبقى مجموعات تانية كمان بعد فترة التوقف طبعا الحمد لله إحنا ماشيين أول كل ماتشات كسبناها عملنا أول ماتش وتاني ماتش تعادل كان مع اتحاد الشرطة كان مع اتحاد الشرطة والجيش مزبوط تعديننا أول ماتشين كان لسه الأولاد لسه صغيرين كان اتحاد الشرطة وديجلا اتحاد شرطة وديجلا تعديننا مع الديجلا نظبوط ديجلا تاني ماتش واتحاد الشرطة كان أول مبارا وبعد كده كسبنا بقى الحمد لله بقيت المتشات كلها تمام بنتاج كبيرة بدأنا بقى نمسك الأولاد نشوف اللعيب فين بتاعتهم لأن طبعا أول ماتش دايما نسمع بيبقى تمشوف شخصية اللعيب في المرعب اللي قدامك تمام بيخافهم الضغطية لأي لعيب مثلا هنا جنبه على الخط بيخاف خايف هنا لما بيروح الناحية التانية بيلاقي مستوى حاجة تانية خالص دي شخصية لعيبة وانت محتاج تدرس ده محتاج تفكر انت كمدرد صح انا هتحامل مع اللعيب ده زي بقى هو عنده قدراته عالية جدا فاجي لما بيلاقيني جنبه على الخط بيخاف لما بيروح الناحية التانية بلاقيه واحد تانية خالص يعني انت دلوقتي النهار ده عايز تقولي ان الصغف ان انا اكلم من الولاد لازم يبقى تشجيع كله في المراحل السنية الصغرى دي تشجيع وتوجيه انا اوجه اصدق انتقد الولد ده ما انفعش ويبقى تعمل عنده حالة نفسية صعبة في المراوة تلاقيه ده اختلف لكن التشجيع وزي ما انت بتقولي ان انا التوجيه ده مهم جدا المرحلة السنية دي اصمم مهمة جدا فيه اه حاجتين اولا الناحية النفسية مع العيب وانا انا علمه اه علمه يعني انا بعد ما علمه كويس اوي هاتعامل معاه نفسي بشكل كويس اوي هتفرق مع العيب هيديك مية في المية اللي عنده كويس مجرد ما فيه حب العيب هيلعب عشان بيحبك تمام فدي حاجة مهمة جدا والحمد لله انا قريب من الولاد كلهم انا بعملهم اكيني اخوهم الكبير فالحمد لله انا بحبهم جدا يعني خلبك ايدي الصعوبة في المراحل السنية الصغيرة المدرسة والبراعم ان انا ازاي عامل الولد الصغير ده نفسيا ازاي ازاي اوصله لتفكيره هي دي نقطة المهمة جدا في تدريب البراعم ودرسة الكور بص الحمد لله امكان انا عندي شايف كابتن فتح مرور طبعا نازل ملعب مع الولاد كمان وكابتن فتح طبعا على طول كده بيشرف على البرائم كلهم وبيمارس اللعبة زي ما انت شايف وبيحبي متواجده وسط الولاد وبيتتكلم مع الاهالي دايما وبيشاوره ومشوف المشاكل ايه ودايما لان انت عارف الاهالي دايما نوسيما بيبقى فيه نقد لازع انا فيه حصل موقف قدامي بالمناسبة دقيقني جدا وده دايما اللي بعيبه في الاولياء الامور ده في المهرجانات كان عندنا ماتش ودي واحنا بنلعب لها ماتش ودي عادي فاتفاجئت ان فيه ولد عندي اسمه محمد فتحي خلاص قدام بيلعب سترايك الراس حاربة اتفاجئت ان هو بيعيط في المباراة الودي فانا شايفه الولد وشه اللي تحته عمالي عيط بيبكي والله العظيم او سام فده ايه جدا وانا واقف على الخط فالولد نادت له عمالي عيط ويروح ناحت تاني مش عايز يجي خلصت الشوت روح تجابة اللعب برا الماتش وطبت علي للي فيه ايه قال لي بابا هيدربني بها ده الماتش اما روح هيدربني انت متخيل حصل بقى ان طبعا الولد بيلعب جنب الجمهور فطبعا اولياء الامور جنبهم فطبعا بابا تقريبا زعق له او عدبه في حاجة فالولد بابا قال له هيروح اضربك في البيت انت متخيل يا جماعة اولياء الامور انا يعني يريد تسمعوني كلهم وده انا قلت لهم طلعت على الخط خلي بالك الانتقاد العنيف ده ممكن يقصر على الولد انت متخيل ولد يكلم ابنه بالمنظر ده في الملعب يخلي الولد يعايد بالمنظر ده فطبعا انا طلعت ادور على ليه الامر ده كان مشي ساعتها كنت ادائق منه جدا وهعمل مع مشكلة طبعا اه انا منفعش يتكلم مع ابنه بالمنظر ده اه ده الخطر بقى انت دايما انت كواليه امر عايد زبنك توجهه مثلا يقول له تخيل بيتكلمين معاي انه هو بقول له حطه جونه وتبصيش لحد انا كلمتك كابتن جمال السيد وكابتن تامر حفري في النقطة تحتعامل الولاد الامور قال لي دايما كل فترة ببعندنا اجتماع مع ولاد الامور دايما بنتكلم معهم في الامور دي والله سامة تحس ان دايما ان في حاجة مشكلة عندهم طبعا كل ولد كل وليه امر بيشاف ابنه احسن لعيب عنده بالنسباله بس انت بتوجيهك ده انت بتضره ما بتفدوهش تمام خلاص فدايما خلي يعني اصحاب الامر قولي الامر هم اللي يتكلمون اهنا انا راجل ليش معلش انا راجل لعبت سنين في الكرة وراجل مدرب فسيطنا انا هتعامل مع الولاد كويس تمام انت مش تفهم خليك انت حضرتك مهندس استاذ خليك في شغلك تمام فلازم دايما عندنا الفكر ده اهنا نروح دلوقتي نشوف مع حضرتكو خريطة الاسبوع القادم على الشاشة النصر ده مع حضرتكو دلوقتي فرق الكطاع موليد 2005 يوم السبت الاهلي والشبان المسلمين دور البراعن موليد 2003 السبت للسماعيل والاهلي مبراه من العار الثقيل بطولة الجمهوري النشئين موليد 97 مصر المقصة والاهلي بطولة الجمهوري الشباب موليد 2000 يوم الاثنين الاهلي وعين الصيرة بطولة منطقة القاهرة موليد 99 يوم الخميس ستة دسمبر سموحة والاهلي بطولة الجمهوري الشباب في سموحة موليد 2004 الجمعة الاهلي والنص بطولة منطقة القاهرة موليد 2001 الأهلي والموليد العرب ومبراء من العيار الثقيل في بطولة الجمهورية للناشئين كابتن شريف عفضيل نتمنىك التوفيه إن شاء الله خلال الفترة الجاية شرفتنا ونورتنا من شكرا سامونا سعيد بوجود معاك وإن شاء الله من نجاح لنجاح شكرا حفظ الواقف في صفه لأخر الزمان في الشدة أنا برضه في ظهره أنا ليه درع الأمان شوفكم الأسبوع اللي جاي مع الأشبال